شيئا فشيئا تؤكد الحكومة أن عودتها الأخيرة إلى عدن مختلفة كليا عن سابقاتها هذه المرة فالتوجهات صادرة عن الرئيس والحكومة بشأن ضرورة تفعيل كافة المؤسسات الحكومية وعودة الوزراء والوكلاء ومديرية العموم وكافة المسؤولين إلى العصم المؤقت عدن والمحافظات المحررة تشير إلى خطط حكومية لاستعادة دور السلطة الشرعية الذي سجل غيابا متقطعا ومخلا عن الساحة الداخلية طيلة الثلاث السنوات الماضية تبرز على واجهة المشهد السياسي مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد أن سلطة الشرعية ماضية في ترسيخ نفودها تشمل فيما تشمل المضية في خطط توحيد الأجهزة الأمنية واستعادة السيطرة على الاتصالات ووجود الرئيس وحكومته في عدن بعد خمسة أشهر على المواجهات العسكرية الشاملة بين القوات الحكومية والتشكيلات العسكرية للدولة الموازية المدعومة من التحالف على مدى السنوات الثلاث الماضية بنى التحالف العربي والإمارات على وجه الخصوص نفوذا خاصا في المحافظات الجنوبية المحررة كان على الدوام ينافس دور السلطة الشرعية ويقلص من مساحة وحجم هذا الدور حتى بلغ حدوده الدنيا وتشير المعطيات الواقعية إلى حقيقة أن التشكيلات العسكرية والأمنية نشأت تحت مظلة هذا النفوذ وباتت في نظر المراقبين تشكل الأساس الصلب للدولة الموازية التي تكرس معها الانقسام الرأسي للدولة والمجتمع قصوصا مع المساعي الحثيثة لدعم وهيكلة الكيانات السياسية المنادية بالانفصال بعد عام تقريبا على تحريرها شهدت عدن أول عملية تهجير قسري لجزء من سكانها والوافدين إليها من مواطنية الجمهورية وقد ولدت تلك الممارسات انطباعا سيئا عن ترتيبات ما بعد التحرير الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة لاستعادة عدن لدورها كعاصمة لكل اليمنيين ومركزا لإدارة الدولة فهل نحن اليوم بإزاء واقع مختلف تحضر فيه الدولة اليمنية الاتحادية بمسؤوليها وموظفيها وتغيب مشاريع التفكيك والفوضى والانفلات الأمني أم أن ذلك لا يزال في طور التصورات الافتراضية؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة